السلام عليكم تمنى الله تكونوا باخر والاخير اليوم ان شاء الله غنشارك معكم تحضير سالة درويال شلادة بحجم كبير عائلي قد جي غزالة قلديدة ومعروفة بزاف اول حاجة كنبدا بيها هنا عندي هنا شلادة اللي غادي نحتاجة في اللخر عملت بوحد بنيو ديال الماء وقطيرة ديال الخل وخليتها جانبا وهنا عندي قصبر ومع دنوز حتى هو مع مثلهم الماء وشوية ديال الخل وخليتهم حتى هما جانبا حيث هادو ضروري مخصوم يتغسلهم مزيان مزيان كتعرفوك يكون فيهم الحاشرات صغرين مهم انا هدية طريقة تد في الغسل ديالهم دائما كان عمل لهم الماء والخل وكان خليهم منزلين وكان دوزهم جد حاجة اخرى هنا عندي لوبيا خضرة شريت لوبيا بالكيلو ما كتعجبنيش ديال اللوبيا ديال البواطات وهاديك ما كتديش مزيونة مرة مهم اللوبيا قطعتها الحجم اللي بغيت على شكل هادا وصلقتها في الماء او لا بخروها اللي بغيتوا سلقوها في الماء ولا بخروها ومبعد عملتها في الماء الماء بارد والتلج ومبعد صفيتها دابة هنا عملت طريف ديال الزبدة في المقلة وغادي نشحرها مع شوية ديال قصبورو مع النوس والتومة وشوية ديال الملاح وشوية ديال اللي بزارة صفيت هنا وغادي نشحر فيها شوية شوية وابخي غادي نصافي كتكون وجدة غادي نزلها جانبا هنا وجدة البربا اصلاقتها في الماء كيشفتوا ما كيعجبنيش نشري هذي كتكون وجدة كتجيني مشي لديدة وصافي هنا غادي نقشرة وغادي نقطع طريفات صغرين حتى هي وغادي ندوز باش هنا سلاقت بطاطا كيشفتوا ما نسيت ما صورتها شي ما يمكن شي حاجات اللي نسيت ما صورتوا كيف كتعرفوا هذي شلدة هذي فيها الخدمة بزاف وفيها يعني تقدر تنسى شي حاجة تركز مع مزيار عندك تنسى شي حاجة حيث فيها بزاف ديال حويج هنا مثلهم العطرية ديالهم عندي هنا البربع مثل البصل وقصبورو معدنوس والخال وملاح والزيت وهنا بتعطيتها هي اللي كنت سلقتها وقطعتها مثل هذه البصل الربيع شوية ديال الملاح الزيت الخال بغيتو زيدو لشوية الكيمونة او اللي كيعجبو هنا عندي اه الكاغوت طولة الجزار حتى هي اه سلقتها وقطعتها الطريفة تصغير ورين عليها تشكل هادا اه صراحة زي ما زيت ما صورتها شي في في الاول هنا زيت لها اه قصبورو معدنوس والتاومة وغادي نبقى نشحر فيها مزيار مزيار كلا درقونيقه ضروري حتى تشحر في شوية ديال الزبدة وهنا اه وجيت عاو تاني الراوز سلقت الراوز وزيت عليها الطون الماييس زيت عليه شوية دلملاح شوية ديال الي بزار ووجمعتو بشوية دلميونيس هنا سوف نغسل هذه الشلدة التي تجعلها في المامن قبل سوف نغسلها في شبكة تستقطر ومن بعد سوف نشفق الخضراء وهنا سوف نغسل هذه الشلدة في الطبصل وضع الكروفات والسوريومي ونحن نستعمل أول شيء فرشت هذه الشلدة في الجنة ونعمر في شلدة ديالي المهمة البنات ملكوت كان عمر فيها معا كنت مسترسية شوية وما كانش عندي حاجة وحدة كان عملة سوف نشاركة معكم من بعد ان شاء الله حيث لا يمكن نعمل كل شي فيديو واحد سوف يجي طويل بثاف وما بعد شي يكون موميل عليكم مهم شلدة كتحاولوا الدكوري وهاكيف ما بغيتوا انتو ما على الشكل ديالكم أنا كشفتو عملت حتى آناناس قسمتها في النوس وخويتها وهذا الدخلاني ديالة هو اللي عملت في الوسط ديك زليفة صغيرة ودورت عليها الكروفات على هاتشكل هذا وزيت تحتها شوية ديالة كيف شفتو عملت فيهم سوريمي أملت الكروفات المهم الخضرات قريبا اللي كتكون في شلدة رويل هي هادي صراحة هاد شلدة هدي فيها الخدمة بزاف يعني وخاء انا اختصرت لكم بزاف 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 حيث ميمكنش يعني ان نصور لكم التفاصيل ا ا ا زيد حيث الفيديو غايجي طويل بزاف وما غادش يسالي وردكم غير لباس ديالة كيفاش توجدو الخضرات ديالكم كيفاش تعطروها تعانو العطر اللي قامة ديالة وهدا هو المهم سفي الديكور كيبقى اختيار ديالكم كتعملوا اللي بغيتو كيبقى او تحتاج حسب التبسل ديالكم يمكن تستعملوا التبسل مدوار يمكن تستعملوا التبسل بحال هذا ديالي او لمستطل يعني كيبقى اختياري وكيف قلت لكم ماشي سهلة توجد شلاضة في حال هادي كتدي الوقت بزاف وفيها زعمال خدمة حيث كتوجد الخضرات ديالك سيختولي اللي عملتي الخضرات يعني طرية ماشيحة اتنقيها اتنقيها اتغسلها مزيان اتعاد يعني طيبة في الماء عاد صفيها عود ثانية وجد لشر مولا ديالا عود رجاع شحرة يعني كتدي الوقت وماشي حاجة واحدة ماشي جوج يعني كينشحل من حاجة وكل شخص يطيب عاد استعودلو المرة التانية اللي قامة ديالو اتمنى تعجبكم اشتركوا في القناة